أعلن رئيس جامعة سهاج الدكتور مصطفى عبدالخالق عن تدشين مشروع إجراء عمليات إصابات العظام على نفقة الدولة والتأمين الصحي في داخل المستشفى وذلك لحل مشكلة توفير مستلزمات عمليات العظام من شرائح ومسامير وأوضح عبدالخالق أن الدولة تهدف إلى تحسين الخدمة الطبية وتوفير العلاج المجاني للمرضى في ظل توفير الدولة لمنظومة الشراء الموحد وهي النافذة التي تم من خلالها توفير المستلزمات العامة للعمليات الجراحية والشرائح والمسامير التي تستخدم في عمليات العظام بجودة عالية